ربا مشربش معنا هلأ بآخر دراسات عن الصحة تواصلوا معنا على صفحتنا على فيسبوك إذا عندكم أي استفسارات صباح الخير ربا أهلاً أهلاً شكراً رندا أهلاً اليوم رح نحكي عن دراسات جديدة بحب أنه لبروكلي نحكي عنه لأنه زاكي ومش كثير داخل بمائدتنا العربية فإذا ركزني ممكن على الفوائد من شجاب تحب أن نبدأ من البروكلي صحب؟ نبدأ بالبروكلي هلأ كثير عم بعملوا دراسات على هاي المجموعة بشكل عام اللي هم عنا البروكلي زهريات بساموهم البروكلي الملفوف الزهرة الفجل كلهم في اشي بميزهم وكثير عم بنعمل دراسات عن علاقتهم بالسرطان هلأ الدراسة اللي جديدة انتشرت عن علاقة هاي الخضار بالتقليل من احتمالية الإصابة بسرطان الثدي يعني عملوا دراسة على مجموعة كبيرة من السيدات ووجدوا أن السيدات اللي بدخلوا هاي المجموعة من الأغذية زي البروكلي معرضين أقل إنهم ينصابوا بسرطان الثدي وبعدين لما شفت دراسات كتير تانية كتير عم بعملوا دراسات عن موضوع السرطان خاصة وجدوا فيه علاقة ما بين استهلاك هاي الخضار وسرطان البروستات وسرطان كمان الرحم اللي بيصير عند السيدات وهذا برجع لمادة بنسميها الجلوكوساينيليتز هاي مواد موجودة بالبروكلي والزهرة والملفوف وهاي المادة من المواد زي كنا مضادة للأكساد بتساعد على التقليل من الإصابة بأنواع من السرطانات فكتير حلو إنه نتناولها غير إنه البروكلي غني جدا دانا بكتير عناصر غذائية مهمة أول إشي فيه نسبة من فيتامين إي فيه فيتامين سي فيه نسبة عالية من الألياف أكيد فيه البتاسيوم فيه نسبة عالية من الألياف فهاي كلها علاقتها ما بين تناول هاي الأغذية والإصابة من السرطان طب يعني اللي بتناول قديني تناول يعني هلا إحنا عادة ما فيه بالدراسات إنه الدي لازم نتناول يوميا ولكن بالأسبوع منحكي إذا منقدر ندخل مرة مرتين في الأسبوع من هاي الخضار بيكون مفيد جدا بس بدنا ننتبه للأشخاص اللي عندهم غدة لأنه هدول المواد يعني هاي الخضروات فيها مادة من سميهم الجويترجينز اللي هي بتأثر على إفراز الغدة الدرقية اللي هو هيرمون الثيروكسين فالأشخاص اللي عندهم غدة يا بدوا يعكلوها مسلوقة مطبوخة ما تكون نية ويقللوا من تناولها عشان ما يأثر على صحيتهم بس هذا الإشي مش نقدر نحكي السيء الإشي التحذير من هاي الخضار ولكن أي إشي تاني لما نحكي على كالسيوم فيه موجود بالبروكلي يعني ما نيجي نحكي إيش فيه خضار فيها كالسيوم من نروح على البروكلي إيش فيه خضار فيها نسبة عالية من الألياف فيها موجودة بالبروكلي كتير من نحكي عنه ويعتبر من الخضار اللي ذات قيمة غذائية كتير عالية طب أنا بتهيق لي بعرفش إذا صاح هلما من نحكي عن عائلة الزهريات اللي هي زهرة والبروكلي إنه هو أفيض من الزهرة ولا مش دقيقة كتير هاي المعلوم لهم تقريبا نفس الدرجة نفس الفوائد عشان هاي أخضر وهي بس الخضار الورقية أكيد فيها فوليت أكتر برضه من الفيتامينات المهمة جدا بس يعتبر كلهم بالمرتبة المناسبة وكمان فيهم نسبة عالية من الفيتامين رندا بتحب البروكلي كتير بحبه أنا كتير بعمله على البخار وبعمله جمبو ليمون ومسترد كتير بلقي زاكي أحيان ني بقرشوه آآ آآ مفيد جدا هم صاروا يحطوا آه مع صحنا الخضار في بلؤم الخفيفة بحرقات جديدة صورتها مع أطفال عملتها شوربة آآ بطريقة صحية يعني بتعفية عادة شوربة البروكلي بتنعمل بكمية كبيرة من الكريمة مزبوط فعملينها بطريقة آآ صحة بكون فيها كتير بروكلي خصوصا مش هيك بتضربيها على خلاط آآ خلطتها تخيل قد يأخذ بروكلي يعني تقريبا لشوربة بالدكراس الأدى كبيرة آآ فكانت كتير زاكية وحبوها الأطفال طب سؤال هو بدي عمل نفخة؟ كترته آآ 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 أكيد أفهم شوية غازات هتحضير تاني كبين السطور طيب عندنا دراسة عن الماء ودائما منحكي قديش الماء مفيدة شو الدراسة اللي جديد بتحكي؟ هلأ في دراسات عملت سابقا عن علاقة شرب الماء بالتخفيف من كمية السعرات الحرارية المتناولة خلال الوجبة الدراسات اللي سابقا اللي عملت أنه أشارت أنه الواحد اللي بيشرب تقريبا كوب ماء 250 مل من الماء قبل نصف ساعة من الوجبة بيساعد على التحكم بكمية الأكل بتناولها يعني رح يتناول كمية أقل من الأكل في الوجبات فتعتبر من الاستراتيجيات هنا دائما نحكي على أهمية الماء وأكيد الماء له دور كتير كبير بالصحة وبتخفيف الوزن بس ممكن ناخدها من الاستراتيجيات اللي بتساعد في الأشخاص اللي عم بعملوا حميات لتخفيف الوزن ممكن يتبعوها هلأ الدراسة الجديدة الأجدر منها ياخدوها قبل الأكل يشربوا الماء هلأ الدراسات سابقة شافوا الأثر قبل نص ساعة هلأ الدراسة الجديدة اللي عملت وجدوا أن الأشخاص اللي بيشربوا كانوا يافعين يعني شباب اللي بيشربوا كاستين من الماء قبل الوجبة مباشرة مباشرة ساعدهم أنهم يخففوا من وزنهم لأنه كانوا يشربوا الماء بالفطور والغداء والعشاء يعني هي نوع منها زي كنا بتعمل وسع في المادة بتشبع بتشبع فكانوا يتناولوا كمية ألفة فوجدوا أنه هاي بتساعدهم من الاستراتيجيات اللي ممكن تساعدهم في تخفيف الوزن بس دي أنبه بدي أنبه على شغلة هلأ كتير الأشخاص اللي عندهم ارتداد مريئي قرحة أو مشاكل في المادة مي وأكل بداية كتير فإحنا دائما نحكي لهم ننصحهم أنه يشربوا المي ما بين الوجبات نعم بس هيك الدراسة اللي نعملات وأشارت يعني لهاي النتيجة لأنه بعرف كتير الأشخاص اللي بيصيروا يشربوا مي قبل الأكل ماناتو ما نقدر نحكي إنها عادة غير صحية في دراسات عام بتثبت إنه ممكن تكون تخفف الوزن بزبط هي بالناحية زي كنها منقدر نخط يعني اسلوب في اتباع الحميات وبما إنه عم ناخد مي فعم ناخد إشي صحي وأدي في ناس ممكن يربطوا شرب المي بالوجبة لأنه في ناس بنسوا يشربوا مي خاصة بالشتة فإذا أخدناها عادة بس أهم إشي ما يكون عندهم لا مشاكل معدة ولا قرحة ولا ارتداد ولا أي إشي طب إذا مي أثناء الوجبة يعني أنا بتغدى أو عم بتعش عم بشرب مي برضو أشوف هاي العادة موجودة شو رأيك فيها؟ ما هو إذا أي شخص ما عنده مشاكل ما في مشكلة بس إذا واحد عنده زي ما قلت مشاكل مشاكل بال أوك في أسئلة على المي آه ربا في على المي مشادي بتسأل إنه المي إذا بعد الأكل بعد الأكل بقديش؟ ما في ما في ما في أي قاعدة بتحكي لك قدي المي المهم نشرب إحنا تقريبا كل واحد طبعا حسب عمره وطوله ومجهوده البدني بس هو بموعدل من 2 لتر لا 3 وكترة المي على فكرة بتضر آه كترها آه إذا الواحد بشرب كميات أو لترات من المي بشكل هائل بتضر لأنه بعمل زي نوع من التميع يعني بعمل ما هي المي بتخفف من السواء الموجودة في الجسم فإذا بتأخذ كمان فيه نوع من التسمم بيكون تسمم بالمي فبدنا ننتبه كمان الزيادة أخناء زي ما بقوله بزبط كل إشي زيادة يعني مبارحة بقرة منسمع الشاي الأخضر قديش منيح ومضاد للأكسدة وبيخفف وزن إنه حتى كتريته ممكن يكون سبب من أسباب السرطان فدايما أي إشي صحي ما يعني ما نكتر منه لأنه بالآخر هذا الجسم بدنا نحافظ على زي التوازن دائما بحكيها إنه مثلا فيه ناس بروحوا عند الأعشاب أو كذا بقولك ما هو طبيعي مية بالمية لا ما هم فيه مرات نباتات أصلا سامة فمش أي إشي طبيعي إنه خلص ناخده بعين الاعتبار طيب هالها الدراسة بتهم الجميع توقع رح نحكي عنها هي دهون البطن وكيف ممكن إنه نخفف من الوزن شو غدا دهون البطن؟ هاي دراسة شوي متشاعبة حبيتها ليش لأنه أعطتنا ثلاث أشياء جابوا أشخاص أسموهم لثلاث مجموعات مجموعة عملوا ريجيم ورياضة ومجموعة عملوا فقط ريجيم ومجموعة فقط عملوا رياضة وشابوا شو الأثر على دهون الموجودة في البطن على هرمون الإنسلين إذا خفض هرمون الإنسلين نعرف إنه إذا كان هرمون الإنسلين مرتفع جدا هذا بدل على مشكلة اللي هي مقاومة الإنسلين وبدايات مشاكل السكر فشو أعطت النتيجة؟ النتيجة أعطت إنه الأشخاص اللي عملوا ريجيم ورياضة مع بعض كانت أعلى النتائج من ناحية تحفيف البطن والدهون بس هلأ أنت قلوا لي أنه كانت درجة تانية ريجيم ولا أكل؟ ريجيم لحال ورياضة لحال أنا أقول رياضة رياضة؟ ريجيم ريجيم ما بعرف أنا أقول رياضة لأنه بدها حركة عند الرجيم يمكن تخاف رياضة وياكلوا كتير ريجيم ريجيم؟ ريجيم كانت كان الرجيم؟ طب مني حتى ما أتعب حاليا؟ لا لا بس هذا لا لأنه مرات إذا ما دي اتبالك بالأكل شو الفائدة؟ وعفكرة منشوفها مرات كتير في ناس بقولوا لك أنا روحت عن نادي ولعبت ولعبت وكل يوم صلي شهرين وما نحفت هم بيلعبوا وبتلاقي في عندهم قتلة عضلية بس بتلاقي في عندهم نسبة دهون هلا أكيد أحسن إشي كنين مع بعض بس إذا بدنا نختار بعضين ننتبه على الأكل هم كانوا مشينهم على حمية يعني مشينهم على حمية وأشخاص تاني ما مشوهم على حمية أعطوهم نظام ريه والحلو بالدراسة تابعوهم لمدة سنة وعفكرة هاي منشورة في مجلة من الأرقى المجلات العلمية يعني دراسة محكمة فكان حبيتها وحبيت إنه تابعوهم لسنة عشان نلغي موضوع إنه ممكن فترة صغيرة فترة وكانوا طبعا الأشخاص أعمارهم متقاربين حبيت أنا عاكل حال إنه الرياضة هي المتعلقة أكتر بيدو هون البطن أنا أسئلة شوية ربع عم بيسألوا في سؤال إنه الشاي بعد الأكل مضر على موضوع الحديد على موضوع الحديد دائما نحكي بمنع امتصاص الحديد بمنع امتصاص الحديد قدي لازم يشربوا شاي بعد الأكل بعد الأكل بساعتين ساعة ونص يعني هيك يفضل خاصة إذا كان الوجبات غنية بالحديد وعندهم فقر دم أوكي آه بشار كان عم بسأل هذا السؤال بعدين سؤال تاني أم شادي أظون عم تسأل إنه اللي عندهم سكري قدي حصص فواكه ياخدوا باليوم وهل الإنخالة مضرة لمرضى الغدة الدرقية الإنخالة لمرضى الغدة الدرقية لا ما فيه أي مشكلة عليها بس موضوع المريض السكري بقدر يتناول من حبتين لثلاتين تقريبا يعتمد على قدي وزنه وطوله بس المعدل من 2 إلى 3 وما تكون كلها فواكه مجففة ما تكون كلها من الفواكه اللي فيها نسبة سكر عالية أوكي وقدي كمان ديش الواحد لازم يشرب مي أصبط شي بنهار مي تقريبا مش أقل من 2 لتر كمعدل يعني بيختلف في اختلافات من 2 إلى 3 تقريبا أوكي كتير أمني كان عندي كمان سؤال هون عن البروكلي والغدة الدرقية أنت ذكرتي هيك صح، قلت إنه البروكلي يفضل يكون مطبوخ للأشخاص اللي عندهم كسل في الغدة الدرقية ونقلل من تناوله لأنه فيه مادة بتقلل من إفراز هرومون الثايروكسين أوكي حلو في بدانا بس أنا جاي به هادول بعرفش يظل معنا وقت بس هون بس هيك ممكن تقرأوا بعدين هادول بس هون طريقة لأنه موضوعنا إحنا على الرجيم وتخفيف الوزن كتير مهم للأشخاص اللي ما بدهم يعملوا نظام غزائي ما يلغوا أي مجموعة من المجموعات الغزائية هيدا ما منحكي يا ناكل فواكه وخضاء بس الحلو تحديد الكميات وفيه من الأسواق كتير أشياء بتقدر تساعدنا ربا منقدر نحملهم عشان نفهم في عنا هادول الأكواب إحنا كقاعدة كقاعدة منقدر نتناول كوب من الأرز أو الفريكة أو يعني الأشياء النشويات منقدر نستخدم كوب الإعيار هادول موجودين بالمحلات الأدوات المنزينية هذا كوب البرداني أدري هذا كوب يعني إحنا بالأقل بدنا نتناول أقل إشي ثلاث أكواب من زي هذا من الخضار وكوبين زي هذا من الفاكهة يعني حبتين فاكهة وممكن نحدد كمية النشويات يعني مرات الواحد بحط بالصحن وما بعرف كيف يحدد في الصحن فممكن نستخدم هاي الأكواب بتساعدنا إنه إحنا نعير أكلنا مثلا نفطورنا إذا من ناخد حبوب إفطار إذا من ناخد شوفان من سيري نعين نش نعرف الكمية فيه كمان هذا كتير حبيته هذا بتحطي بالصحن فهون بيعطيكي أدي كمية اللحوم لازم تتناوليها ما تتعدى المية 120 جرام هون بتحطي كوب روز، كوب فريكة، كوب برغل، هون كوب خضار وفواكب بعد الوجبة فهاي الأشياء كمان ممكن تساعدنا للأشخاص اللي عندهم مشكلة إنه مش قادرين دائما بقولولي إنه ما بدي أتبع نظام وصارم وأنا لازم أكل بي بدي ليفستايل تعرفي أنا بدي أضيف شغلة بنتجر وشغسية أش كنت أعمل إنه بحط مثلا قدامي الصفرة فبصحني بحط شوية أنا أكلتي خفيفة وعلينا كل شوية بزيت ترجع بزيت فصفة أنا مش عارفة مش الكمية فإنه لازم من الأول خلاص هذا هو صحنك ما تتفنس فيه فنحدد الكمية بساعد كتير وخاصة إذا بنبدأ خضرة قبل الوجبة بساعدك يعني أنا دائما صحن الصلاة دائما موجود وبحس بالفرق لما ما يكون موجود بحس حالي لساتني جوعاني في إشي غضب أو إذا أنا مثلا أنا ما بنسا بس بحاول قد ما بقدر دائما أكلي معي من الصبح يعني نلاحظ دائما صحننا اللي منلاحظ طب ربع سؤال هيك على الهامرش الدهون البطن دي أرجع لها في علاقة بينها وبين الاسترس بيحكوا دائما أنه لشخص اللي عنده سترس تتكوم عنده دهون البطن ممكن يكون فيه علاقة لأنه في دراسات أثبتت أنه في بعض المواد اللي بتنفر زي الكورتزول وغيرها الموجودة في الجسم بتأثر على ممكن منطقة الدهون في البطن بس في بعض الدراسات المنشورة عليها يعني بس فيه علاقة خاصة أنه في ناس تحت الضغط بتلاقيهم بروح بياس بيصير يتفشل شو بالأكل مزبوط شكرا إليك روبا ظل إشي نسأله تمام من أشياء التي استفسروا عنها يعطيك العافية روبا شكرا كمان على مشاركتك جدا وفي تحليم السّبعا شكرا خدتوني السّبع معكم شكرا روبا موسيقى موسيقى